السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع راح نتناول بهذا الفيديو أهم المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام الألمانية من أين تحصل ألمانيا على الغاز وعلى الطاقة التي تحتاجها؟ الطاقة والغاز والنفط أصدقائي هي كل ما يشغل ألمانيا واقتصاد ألمانيا فيها تقريبا البلد الوحيد بالعالم الذي يعتبر من البلدان الصناعية الكبرى الذي لا يوجد لديه مصدر للطاقة يعتمد عليه الشغل الشاغل سكان ألمانيا هو الغاز الذي لو شح فسيذهب كل شيء مع الريح سواء الكهرباء أو التدفئة أو اليورو كل شيء لا قيم له بألمانيا بدون الغاز والآن سنأخذ فكرة عن المصادر التي يأتي منها الغاز إلى ألمانيا والدول التي تزود ألمانيا بالغاز قبل حرب أوكرانية كانت روسيا تزودها بأكثر من 55% من حاجتها إلى الغاز ووفقا لآخر إحصاء في ألمانيا فتعتبر أن رويج هي المصدر الرئيسي الأول والأكبر للغاز الآن بالوقت الحالي والنرويج تزود ألمانيا بحاجتها بمقدار تقريبا 38% من الغاز وثاني بلد يلبي حاجة ألمانيا بالغاز هو هولندا أتجارة وهي تزود ألمانيا بـ 24% من حاجتها للغاز والخبر المبشر هو أنه قدرة هولندا الإنتاجية ستكون أقوى بالأشهر والسنين القادمة ثالثا دول منوعة مثل قطر وأمريكا وبعض الدول التي ترسل لألمانيا غاز مسال يعني غاز يتم تحويله إلى غاز مسال عن طريق تعريضها لحرارة أو لدرجة حرارة منخفضة جدا ولضغط عالي جدا الرابع دولة هي روسيا الآن روسيا تزود ألمانيا بمقدار 10% من حاجتها والسبب لذلك هو أنه روسيا هي منخفضة ضخ الغاز عبر نورد ستريم واحد خامس مصدر وهو تقريبا 5% من حاجة ألمانيا من الغاز يأتي من داخل ألمانيا وهناك معارضة للطريقة التي يعني يأتي بها الغاز من ألمانيا وهي التكسير الهايدروليكي الذي يعتبر الطريقة الوحيدة لاستخراج الغاز داخل ألمانيا الأحزاب المدافعة عن البيئة والأحزاب التي تدعم حماية البيئة ترفض اللجوء لهذه الطريقة وهي التكسير الهايدروليكي لذلك النسبة هي فقط 5% وممكن أن تكون أكثر لأجل المستقبل تعمل ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع قطر والجزائر وأذربيجان وإسرائيل لأجل تزويد أوروبا وألمانيا بالغاز وهذه الدول الأخيرة التي ذكرناها لكم أبدت استعدادها للتدخل وما نفهم من هذا السياق ومن هذا الخبر الذي تم نشر الآن بوسائل الإعلام الألمانية هو أن العلاقة بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى أصبحت معقدة جدا ولا يوجد منها أمل للرجعة وهذا هو الوضع الطبيعي الذي سوف نعتاد عليه وهو يعني بالنسبة لنا يعني غلاء يجب أن نعتاد عليه ويجب أن نتعود على فواتير طاقة مرتفعة لمدة طويلة من الزمن أصدقائي الآن نتحول للموضوع الآخر الموضوع الآخر هو مقترح جميل جدا لمن يستخدم الطائرات بالسفر المقترح هو يتم مناقشته وقد يعتبر شيء جميل لمن يسافر بالطائرات داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي بهذا الموسم السياحي أصدقائي بالصيف كان هناك ضغط كبير جدا على المطارات الألمانية الكثير من الناس كانوا حاجزين رحلات طيران منذ شهور عديدة وعندما ذهبوا للمطارات بشهر سبعة وبشهر ثمانية تفاجأوا بفوضى المطارات الكبيرة والتأخير الكبير بعملية الـ Check-in والزشر Hide Controller بالنتيجة الكثيرين فوتوا رحلات طيرانهم وأنا كنت أحدهم خسرت حوالي مبلغ ألف يورو مع أحد شركات الطيران بسبب تفويت إحدى الرحلات الخيارات المتاحة عند تفويت رحلات الطيران هي مراسلة الشركة والذهاب لمقر الشركة لتقديم طلب استعادة الأموال المدفوعة الشركات من ناحيتها لديها إجراءات بيرقراطية معقدة وصعبة جدا يعني بإمكاننا أن نستعيد أموالنا عن طريقة وهم يتعمدون تصعيب الإجراءات كي يشعر المسافر بالملل ويقول فليذهب التيكت ونقود التيكت إلى الجحيم وبالنهاية تستفيد الشركات ولا يسترجع المسافر أمواله الآن بألمانيا هناك مقترح يتم مناقشته سياسياً قد يصبح حقيقي ويجبر شركات الطيران بالعام القادم على اتباعه ينص على أن يكون دفع إجور الطيران فقط عند عمل check-in وبالتالي إن فوت الشخص رحلة الطيران فسوف لن يخسر المسافر شيء طبعاً هذا الأمر ليس سهلاً لأن شركات الطيران ترفض بشدة فهي تستفاد من الحجزات المسبقة والكريدت الذي يوفره لها المسافرين ولكن من يعلم فبألمانيا بالعامين الماضين حصلت تغييرات كبيرة مثلاً تم تقليل مدة العقود مثلاً العقود مع شركات الاتصالات والآخرين وهو الكونديغونغ أصبح أكثر سهولة وبكل دول الاتحاد الأوروبي تم اتخاذ قرار جريء وهو يعني اعتبار مخرج USB Type-C هو المخرج الوحيد لشحن الهواتف والأجزاء اللوحية بحلول العامين القادمين أصدقائي الآن نتحول إلى موضوع آخر وهو خبر عاجل من ولاية بايان في مدينة فايدن هذا اليوم حصل هجوم واعتداء إجرامي على الناس الأبرياء بالشارع قامت به امرأة المرأة هاجمت الناس وقامت بإخراج سيف من غندة كانت يعني تستخدم سيف لمهاجمة الناس الأبرياء بالشارع وأصابت ثلاثة أشخاص لا تعرفهم ولا تربطهم صلة معينة أصابتهم بجروح خطيرة واثنين آخرين كانت جروحهم متوسطة شهود العيان قالوا أن المرأة سحبت السيف بالشارع وصرخت بصوت عالي كأنها كانت تمارس في نون قتالية آسيوية ولكن بعض المرة تمكنوا من إيقاف المرأة المهاجمة حتى أتت الشرطة وألقت القبض عليها طبعا لم تتضح حتى الآن دوافع الحادث أو ظروفة أو جنسية المرأة ولكن الشرطة تطلب من الناس خصوصا من من قام بتصوير الحادثة أن يرسل التصوير إليها أو يعني يدلبي معلومات أخرى كي يعني يساعد الأمر المحققين الآن أصدقائي نتحول إلى موضوع آخر يعتبر موضوع جدلي وموضوع مثير للنقاشات بألمانيا الموضوع يتعلق بلقاح كورونا جديد يعني يكون عن طريق الأنف وزير الصحة الألماني سيد كارلو تباخ من حزب الاس بي دي شارك على حسابه على تويتر مقال مهم جدا لعلماء أمريكان يتحدثون بالمقال عن موعد نهاية وباء كورونا وقال وزير الصحة بحسابه على تويتر أن وباء كورونا سوف ينتهي عندما يتم تطوير لقاح كورونا عن طريق الأنف يستهدف الغشاء المخاطي ويغذيه بمناعة قوية ضد المرض هذه التغريدة التي صدرت اليوم أثارت ضجة كبيرة جدا بألمانيا فالكثيرين من السكان لديهم تحفظ حول اللقاحات ويعتبرون أن اللقاح الذي يتكلم بخصوصه وزير الصحة الألماني كارلو تباخ قد يفرض علينا بألمانيا قد يكون هو الجيل الجديد من لقاحات كورونا الأنفية يعني اللقاحات اعتادين عليها أن تكون أبرحق الآن الكلام عن لقاح أنفي عالم الأوبئة أندرو أولمان وهو متحدث باسم السياسة الصحية لحزب الأسبيدي اللي ينتمي إلى كارلو تباخ يقول أن لقاحات الأنف واعدة والتجارب السريرية لهذا اللقاح اللي هو لقاح كورونا الأنفي وصلت لمراحل متقدمة ونتائج ممتازة مدير العيادة الخارجية لطب الأطفال التأهيلي والوقائي بمدينة مونشن لبروفيسور يوزيف قوزينكيا يقول أن هذا اللقاح واعد ومبشر وهو يكون عدد كبير جدا من الأجسام المضادة بالغشاء المخاطي وبالبلعوم ويسد الطريق المباشر لقدوم فيروس كورونا لجسم الإنسان وقال أيضا نعتقد أن لقاح الأنف هو فعلا بداية نهاية الوباء ومن أهم ميزات أصدقائي هذا اللقاح أنه لا يوجد به ألم وغزة الأبرة ولا يحتاج إلى نقل بدرجات حرارة منخفضة ويحتاج موعد زمني قدر ثلاثة سنوات حتى يصل هذا اللقاح إلى سكان ألماني هذا حسب ما قال مدير العيادة الخارجية لطب الأطفال التأهيلي والوقائي بمدينة مونشن إذن أصدقائي شاركونا بأراءكم ما هو رأيكم بهذا اللقاح هل أنتم مستعدين لأخذ هذا اللقاح الجديد وهل تثقون بكلام الأطباء والعلماء وبفاعلية لقاحات الأنف شاركونا بتعليقاتكم أصدقائي الآن أصدقائي نتحول الموضوع الأخير اللي هو شيء يحصل في خارج ألمانيا في دولة فلندا التي تنتمي الاتحاد الأوروبي ولها أطول حدود أوروبية مع روسيا حوالي 1500 كيلومتر بفلندا هناك الآن أجواء صعبة جدا خصوصا وأن البلاد مقبلة على الانضمام لحلف شمال الأطلسي لحلف الناتو لذلك فالبلاد وضعها حرج وتحتاج لقوة أكثر كي تصمد بوجه التحديات يحكم فلندا رئيسة وزراء شابة جميلة تعتبر الأصغر سنًا بتاريخ فلندا اسمها سانا مارين عمر هذه الرئيسة عمرها 36 عام حكمت عندما كان عمرها 34 عام يحبها الشعب الفلندي ويستند عليها الآن بوقت الشدة انتشر على انستجرام مقطع فيديو من داخل أحد النوادي يبين رئيسة الوزراء الفلندية ترقص بجنون وتعمل حركات كان يبدو أنها منتشية هذا حسب ما قال الأشخاص الذين انتقدوا سلوكها ومنضمنهم سياسيين بفلندا هذا هو كان المقطع أصدقائي إذا تلاحظوا رئيسة الوزراء هنا محتفلة مع أصدقائها وهي ترقص بأحد أماكن الرقص قد يكون جسكو أو ملها ليلي هنا ترقص أيضا مع الأصدقاء الفترة يعني اللي حصل بها هذا الفيديو يعني تم تصويره بالأسبوع الماضي وهو سبب فضيحة كبيرة جدا جدا انتقدوها قالوا أنها قد تكون يعني منتشية تحت تأثير المخدرات وقسم قالوا أنها كانت يعني شاربة بنسبة كبيرة جدا فما كان رد رئيسة الوزراء الفنلندية على هذه الانتقادات وعلى هذه المقاطع الفيديو أصدقائي حتى الآن الفيديو سبب جدل كبير جدا بفنلندا والكثيرين يقولون نريد رئيسة الوزراء قوية وليست رئيسة الوزراء ترقص وهي فاقدة لوعيها كثيرين قالوا أنها حرية شخصية ويحق لها أن تفعل ما تريد سواء ترقص أو يعني تحتسي الكحول ولكن حتى من أيدوا هذا الرقص والفيديوهات قالوا أن تعاطي المخدرات هو أمر يعني مرفوظ تماما بعد انتشار مقطع الفيديو خرجت سانة مارين من صمتها وقالت أنها كانت بأمسية مع أصدقاء وأنها امرأة شابة ومن حقها الاحتفال وشرب الكحول ولكنها لم تكن قد تعاطت المخدرات وهذا الأمر أكد فحص يعني المخدرات يعني عملته رئيسة الوزراء الفنلندية هذا الفحص كان قد فرض عليها من قبل سياسيين كبار بالبلاد ألمن أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر عليها هكذا مقاطع فيديو وهي أيضا تدافع عن نفسها مرارا وتكرارا وتقول أنا حرة يحق لي أن أفعل ما أريد وتقول أيضا أنها شابة وتفعل ما يفعله الشباب وهي يعني مرتاحة ضميرها مرتاح يعني تعتقد طالما أنها عادلة كرئيسة الوزراء فيحق لها أن تفعل ما تريد شاركونا بأراءكم أصدقائي ما هو رأيكم بالذي عملته رئيسة الوزراء الفنلندية الآن أصدقائي وصلني نهاية الفيديو وإن شاء الله تكونوا استفادئت وتحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة شكرا